في سياق آخر أشهد رئيس مجلس الوزراء بحجم الإنجاز في مختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية على الرغم من ضخمة وتنوع المشروعات كما وجه مدبولي الشكر لمسؤولي الهيئة الهندسية وكذلك الشركات المنفذة للمشروعات في مختلف القطاعات مؤكدا أن هذه المشروعات الكبرى تسهم في تحقيق التنمية وتوفير الملايين من فرص العمل وهي أهداف تسعى الحكومة لتنفيذها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع لوائها بالفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة وعرض لوائها بالفار سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الطرق التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة